وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الانسانية قدمت مساعدة لضحايا الفيضانات في ولايات كورناري اتخاذ قرارات الدراسية بعد التخرج بالنسبة للطلاب الثانوية يشكل تحدي متزايد في الوقت الحاضر الكثير من الطلاب عندهم قراراتهم الخاصة النشر المسائية السلام عليكم ومرحبا بكم في تلفزيون شات انفو وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني للشؤون الانسانية اطلقت امس الاربعاء عمليتها هنت الوقوف والمساعدة عن ضحايا الفيضانات وفي منطقة كورناري وقدموا ليهم مساعدات غذائية واشياء اخرى وده بفضل هنا دعم هنا الامارات المتحدة العربية عبد الرحمن اثمان يحيى والتقرير هم من ديل من اوائل ضحايا الفيضانات في شات هنا السندي هم سكان هنا حلة كورناري الميهن اللاخريف اكلهم عندهم تقريبا اسابيع كثيرة اليوم لقوا ابتسامة صغيرك فرحوا بيها مرة واحد لان الحكومة فكرت ليهم اخيرا من خلال ادارة العمل الاجتماعي الكان قدمت ليهم المساعدة وبفضل هنا دعم دولة الامارات العربية المتحدة والمساعدة متمثلة في اللاماكولات واشياء اخرى المبادرة دي فرحت قلوب هنالله مستفيدين الرئيس غا يفكر لشعبه ايما وقت كلمانا شعبه دا بقول لنا هاي فكروا لشعبي شعبي لانقال اليوم جينا دا باسمنا اسمنا حكومة واسمنا الرئيس محمد إدريس دبيه دنا جينا نفكروا لشعبنا لقلمي اقلام وما يجي فيال دا وانا نطلب شوكو الوايت السنسري دا يبونو لوم ستها نام خلي يمشو اذا الناس ما بفهمو قم ورولو محاولو البيد مكسر حاولو امشو دا مقاب بحاولو اليوم شوفو الميدة الناس قاعدين فوق بإيالهم اوين خلبانين شو يابا اوين كبار خلي يفكروا كيه قاعدين في البال الميدة مش فوقو مجال للمرض يايلهم كان للوزيرة حنت العمل الاجتماعي فاطمة بوكر كوسي قالته مطرة حنت يوم 24 شهر يوليو بيقت سبب اللاه برجال وخلت الناس دول في الوضع اللاه قاعدين فوقا اليوم التوجيهات هنت التلاميذ في كيفية اختيار التخصص بعد ما يلقو البكالوريا قاعدين بواجه فوقا صعوبات في الأوقات الأخيرة واليوم كثير من التلاميذ قاعدين باختار تخصصهم في الدراسة على حسب هواهم محمد بدر الدين محمد والتفاصيل بعد أزبو من نتايجان البكالوريا يا دان برنادد دا هابا تهتفل بينا جاهنا بكالوريا حقا واليوم الشباب الناجهين في البكالوريا هما انقاديني بادو لأفكارهم واستفقوا من أجل اختيار هنا تخصص هقو في الدراسة وما اندوم أي فكر في التخصص الأهلوم بيختارو لهم والباعت قامان بيشولو اختيار هنا أهلوم لأشان يقره اللغة الإنجليزية أشان دا برنادد تلسيمات بي امتهان ومسابقات تال هو كنكور ولكن ما تعرف تيقجم ولا لا بين اختيار هنا التلميذ بي نفس واختيار هنا الأهل في الدراسات الأوليا إن فرقة كبيرة وأصلا اختيارهم ما غايت يلم سوا وأفكارهم تيجي شك شك ولكن مرات فيما يخص اختيار التخصص على التلميذ بنفسهم يختارو دا بكون أفضل من اختيار هنا الأهل لأن هم من واسقين من نفسهم يقدر ينجوه في التخصص الهما نختاروه ودورو أشان يقرفوها وكلي المستشار في التوجيه الدراسي بين الطل مارتيال قال الاختيار هنا التخصص للتلميذ من قبل أهل دا طريقة خاطية وما ممكن يجبرو سخيرهم أشان يشيل ويتابي التخصص الهما نختارو لها ولكن ممكن مرات التلميذ هما ذاته قادم بيختارو تخصص ما أدل ولا تخصص الما يناسبهم وما ينفوغ أي كفاءة ومشي البرنادد كتير من التلميذ النجو في شهادة البكالوريا يهى السكولة ما قدر يختارو تخصص هاكم لأشان يواصل في الدراسات والأليا في المآهد أو الجماعات الشركة اللي بسموها رافيناج هنا انجمينا قدمت معدات هن خدمات عملية تطبيقية للثانوية الفنية الصناعية والمعدات دي استلموها رسميا المسائل هنا الثانوية دي محمد بدر الدين محمد والتفاصيل التبرعات دي مكونة من آلات ومكانات هن تسودير ولا الليهام والترنفسات ودا شي رمزي البدخل في إطارة سياسة الاجتماعية هنت الشركة اللي بسموها رافيناج انجمينا الهدف منها ليدور يقوو نوئيات هنت التربية الاساسية والتطور هنالاختصاط آمد بابا المدير هنالالاقات الامة لشركة رافيناج انجمينا قال للتلاميس ومسائل هنالسانوية قال يوم واليوم استقبلوا الشركة هنموسفات انجمينا ودا بعد التقرير ولا الرابور الكنو قدموه وناغس لهم مايدات فنية عشان دا خلاص وكتا تم ويستقبلوا رسميا البتسايد في التعليم هنالتلاميس في الجراء والشي الرمزي دا رحبوا بيا شديد على حسب قيمته من قبل المسائل هنالسانوية الفنية الصناعية وقدموا شكر والإرفان بمناسبة استلام هنالمايدات دي السانوية الفنية الصناعية دي السسواه من سنة الف وتسومية سبع وسبعين وقادي تكون وتدرب شباب خاصة في الميكانيك هنالسيارات والبنى وفي التكيف والتبريد وكذلك في الميدات الالكترونية الشارع البسمو شارع إمام حسن توم دامان تقريبا نصفك المشالة السوق هنالدنبي الممشى فوقه بيقي صعب وخاصة في موسم هنالخريف عشان دا سيادة الدراجات النارية وسيادة السيارات والمشين برجليهم قاعدين في زحمة شديدة واي واحد داير يمشي بسرعة عشان يقضي أغراضهم اليومية عبد الرحمن عثمان يحيى والتقرير هنا سوق الدنبي القديم اللي قاعد في الدائرة السابعة هنالعاصمة انجمينة لكن حاليا الشارع مليان بالأوساق والألم الراجد اللي يمنع المرور لأصحاب الدراجات والأربات وحتى المشي فوق بالرجلين بالحين صعب الشارع دا بسموه شارع الإمام توم دمان الخلى الناس بحاوق منا خاصة في موسم هنالخريف نصفائل بقان تنشي پساش كلا ما في واجب تيقوم لأشياء الدولة بقان تابانين هاي الدولة نشياء من خريب وقت ننينة تابانين كمس بان نتاب موزيلا ولا موطي موطي موشي شعب كولو غير موزيلا الناس لأشارع أنا دنبي تابانين مرو هاي المريض فجرو أشي ورائق في الباقان تابانين تابانين مرو تابانين هاي الدولة نشياء سياريك تابانين موزيلا يوم سياريك 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 وتو توقع وقت توقع في الحالة دي ممكن تكون في أمراض وبائية كمان ما معروف وفي نفس المكان ده نلقه التجار قاعدين يفرش بداعتهم وده ممكن يزيد الأمر خطورة والسكان زعلانين وما عندهم قدرة ليتخلصوا من الظروف السعبة دي ومنتظرين بفارغ الصبر تدخل حن السلطات البلدية وفيما يخص الأخبار العالمية والمهمة والأساسية المقدمة من تلفزيون شاد انفو مع الزميل جعفر عمر أبو بكر 15 مدنيين كان قطلوهم وكثير انجروه في بداية هنت الاسبو من الارحابين في كثير من الحلال هنا اقليم هنا تيلة بريه وده في غرب هنا نجير غريب من بركينة فاسو حسب البايان هنا الجيش يوم الاربية 14 شهر ثمانية الفين واربا وشرين الكان نشرو في الاسبو الفات وده في منطقة هنمهنة الارحابين دول ارتقبو جرائم كثير من الأعمال هنالونف دي دا سكان المدنيين والنتيجة تغييلة ومأساوية 14 شخص فوق دول حياة واكتر من مجروح حسب ما آلانا الجيش بدون ما يذكر التاريخ يوم التالتا وايضا واحد مدني كاتولو وطلاتا كمان انجرهو في نفس المنطقة بعد الاشتباكات والدواس عن بين الارحابين في جمهورية الكونغو الدموقراتية اكتر من شهر بعد ما البيس حانا منظمة المتحدة غامو وخلو البكان لتحقيق الاستقرار في الكونغو في جنوب ناكيفو الوقت جاء لإشان بلوم الأموال لأنهم على لغا المحتاجين لـ 56 مليون دولار ودالة دمان البسمو الفترة الانتقالية والعمالية دي تسمع بتحويل المهمة هنال منسكو للحكوم هنالكونغو لغاية شهر 7-2025 مسؤولين هنالكونغو ومنظمة الوم المتحدة لما في بيكافو من أجل تحقيق السلام الشامل وبطلق خريطة هنتالطريق رسميا وصل يوم الأربياء وفت من القوات هنالدام السري الفراسة محمد حمدان دوغولو في جنوب ده من أجل يوقفين هنالحربة في السودان أما الجيش النظامي هنالسودان قاعد بيتجاهل المفاوضات الجديدة دي حتى ولو الولايات المتحدة نامريكا هي بس اندها النية لحل هنالأزمة عزائي المتابعين والمشاهدين وصلنا بالخبر ده لنهاية ناشرتنا هنتاليوم تلفزيون تشادي انفو اتمنى عليكم السلامة والصحة والعافية في رعاية الله